خليني يختم أخبارنا وتمن حضراتكم على ملف الإصابات في نادي الأهلي احنا توصلنا قبل هاو مباشرة مع دكتور أحمد أبو عبلة والحقيقة طمننا على بداية خليني نطمنكم على الشناوي هاني التعرض والكادمة بسيطة في المباراة الأخيرة بكرة إن شاء الله هيكونوا موجودين في التمرين عادي جدا وهيشاركوا في تدريب الأهلي إن شاء الله ناصر ماهر ناصر ماهر بيشارك في التمرين الجماعي دلوقتي بس ممنوع أنه يلتحم يعني بدون أي التحمات وإن شاء الله الجهاز الطبي بيقول إنه قدامه أسبوع إن شاء الله بإذن الله على الأول أسبوع اللي جاي يقدر يشارك بشكل طبيعي جدا ويبقى تحت أمر الجهاز الفني حسب رؤية الفنية الميستر موسيماني وحسب ما يستعيد ناصر نفسه فورمته اللي أعتقد إنه يمكن للأسف شديد جدا طبعا قدر له مش أفعل قبل الإصابة كان وصل ناصر فورمة عالية وكان مقدم سيزن أكتر من رائع السنة اللي فاتت وإن شاء الله بإذن الله قدهه قدود يا ناصر ترجع على طول فورمتك مكسب كبير جدا للنادي الأهلي معلول معلول إن شاء الله بإذن الله بعد مطش فيتا يعني فيه احتمال لتجهيزه إنه يلحق مطش فيتا وماشي كواس جدا جدا بس يعني ما نقدرش نقول إنه مشاركته مؤكدة فيه احتمالية بنسبة خمسين خمسين إنه يكون موجود معانا في فيتا كلاب لكن لو ملحقش إن شاء الله بإذن الله بعد مبارات فيتا علي معلول يرجع لتديم نادي الأهلي ويكون جاهز بنسبة مية في المية ومنشكر طبعا دكتور أحمد أبو عبلا كان الله في عون الجهاز الطبي في نادي الأهلي طبعا مجهود كبير جدا بيبزنوا مع اللعبين المصابين وأعتقد إنه كمان تلحم المواسم وحجم البطولات أو كم البطولات اللي بيشارك فيها نادي الأهلي بيمس العبء كبير جدا على الجهاز الفني وعلى الجهاز الطبي ترجمة نانسي قنقر